السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين الأوفياء من داخل وخارج أرض الوطن نتمنى أخوتي أنكم تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم بروكة وعيدكم مبارك سعيد يدخل علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة ويدهر الحق بغينا الحقيبان والحقيقتبان والظالميبان من المظلم إخواني أخوتي غن تكلموا في هذه الحلقة وخصوص موضوع المرحوم الكولونيل نوردين العطور رحمة الله عليه الله يرحمه وليه برحمة الله في هذه الأيام المباركة العظيمة عند الله سبحانه الله واشخباكم أخوتي بأنه كانين بزاف ديالناس اللي داروا عمرة بالاسم ديال نوردين العطور بالاسم ديال الكولونيل يعني هو في قبره مية مسكين والعمرة كدار من طرف المغاربة لعد الراجل أش دلت في حياتك حتى بغوك ديالناس كاملين يا نوردين الله يرحمك ويواليك برحمة الله إخواني أخوتي ترحموا على هذا الراجل الله يرحم لكم الوالدين فغن تكلموا بخصوص الأقوال ديال عائلة الزوجة وغن تكلموا أيضا بخصوص الشهادة ديال العساس وغن تكلموا إخواني أخوتي على الشهادة ديال الجيران وغن تكلموا على تضارب الأقوال ديال جميع تصريحات عائلة الزوجة وبما فيهم البنت دياله اللي كتعيش في الديار الفرنسية عكس بتسام اللي إحنا متضامنين معها اللي إحنا واقفين مع بتسام محيدين بطبيعة الحال في هذه القضية كنت سأله بحال لي كيتسأله جميع المغاربة بتسام لي تبتة وأقوالها دائما في حال في حال في جميع الخارجات ديالها اللي كتلقى فتصريح قالت وكتلقى قالت وفتصريح لأخر قالت ومعاد القناة قالت ومعاد إعلامي يعني نفس الخارجات ديالها اللي كتقوله هنا كتعاوة تقوله هنا فارجع واضح أمام العالم أمام الرأي العام المغربي على أن الزوجة وولادها مخبية الحقيقة اللي غا تفيد في التحقيق لفك لغز القضية نيابة العام اقتنعت على أن هاد القضية فيها جريمة قاتل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واللي صنفات القضية جريمة قتل ضدها مجهول وأيضا الرأي العام المغربي مقتنع على أنها جريمة قتل مفتعلة وماشي حديثة سير كيف مما كيحاول يروجو لها هائلة رأي العام وقتنعت على أنها جريمة قتل ضدها مجهول وأنتم ما مبغيتوش تقتنعو مقتنعين على أنها حديثة سير الزوجة وولادها متأكدين على أن الوافاة سببها حديثة سير ومع العلم على أن التاشي واحد ما كان حاضر مع المرحوم في ذيك الليلة من هاد العائلة كاملين باش يكونوا متأكدين طل هالدارجة على أنها حديثة سير النيابة العامة كتقول لكم ماشي حديثة سير على أنها جريمة قتل والأدلة والإتباتة والبراهين كتأكد على أنها ماشي حديثة سير وعلى أنها جريمة قتل وأنتم ما مبغيتوش طارت معزا مبغيتوش تأكدوا بأنها ماشي حديثة سير مبغيتوش تقتنعو أشنو اللي غيخليكم تكونوا متأكدين فكان خاصكم تكونوا حاضرين معاه وشتوهو ما تقدمكم كسيدة واللي معاه غيبقى عايش باش غيشهد باللي راه فعلا حديثة سير ماشي جريمة قتل المرحوم نور ديل كولونيل كان غير ببوحدته في ذيك الليلة في طنوبيل يعني ذلك سيدة وهو ببوحدته ما كنتوش معه العائلة ديالو أولادو باش أنكم تبقوا طارت معزا أنها حديثة سير مع العلم أن النيابة العامة كتقول أنها جريمة قتل ثم التوحد فيكم ما كان حاضر كل شي كان ناعز خامر في دارو والبنت المسيكينة كتتخبط غير بوحدته وكتقول باللي بابا مات مقتول وهما هاد العائلة ديرين اللي هلا سفروا وما بغينش يتعاونوا معاها وكيقولوا لها مات بحادثة سير يعني يفكر شو منعجينا يفكر شو منعجينا مصممين طارت معزا كسيدة هي كسيدة كسيدة هي كسيدة دار حادثة سير يعني دار حادثة سير ما كانش كل يغير عليهم ما شافوا كاميرات ما شهدوا عليهم شهود ما كانوا حاضرين هم أن يتم ما كانوا راكبين معاه ولكن مصمين وبغينها تبقى حادثة تسير بزز صحة وهذه شي رك يدخل بزاف ديال تناوي بزاف ديال شوكوك إخواني أخواتي بنت الكولونيل اللي كتعيش في الضيار الفرنسية بغين نطرحوا عليها واحد السؤال اللي جات على خاطرك بغين نسولك واحد السؤال وبغينك تجاوبينا حيثوش خرجت وكتقول أنا عاد سمعت في الإعلام باللي قضية بابا في هالقتل إذا بابنين عرفت باللي القضية ديال بباك تحولت من حادثة تسير لجريمة القتل العمد مع صبق الإصراري والترصد واش غادي تساند اختك باش تعرفي شكون قتل بباكم ولا لا هدا سؤال موجه البنت الكولونيل اللي كتعيش في الضيار الفرنسية لأن من خلال تصريحات ديالها السيدرة كتدخلوك كتخرج في الهدرة رتحاجة عندما هي هادك اللي كتصحوية كتنفيه لأم واللي كتنفيه لأم يعني العكس الصحيح فبزاف ديال الكذوب اللي تحصل على كلامها وهضرتها ماشي هي هضرت الأم ديالها يعني لا علاقة بين الكلام ديال الأم ديالها والكلام ديال هاد البنت يعني تناقضات لي كتيرة وكتيرة بزاف في حال مثلا الزوجة والربيب قالوا واحد الكلمة على أن الصالون عمره متجمع والبنت اللي في فرنسا في صريح ديالها كالت بلي الصالون ديما كيتجمع على قبل ريحة الغمال الرطوبة وعلى قبل القطط والريحة ديال القطط عليش هاد البنت كتهدر على القطط بزاف في كل كلامها كتتكلم على القطط عندنا القطط بزاف الريحة القطط وقات لك كنهزو الصالون على قبل اللقطوط وعلى قبل ريحة الغمال والأم ديالا قات لك احنا لا ما كنهزوش الصالون عمرنا هزينا قد نردو كيف كان وما دوات لها على قطوط لها لاتشي حاجة هاد البنت انا دخلت لي الشك واش باغيت وهمت تحقيق على القميش اللي كان فيها في ذاك الليلة اللي مات فيها الكولونيل ذاك شي باش كنت تكلم عن اللقطوط بزاف وحاجة اخرى كي يقول لك المثال نسي الكداب نسيه وعاو تسوله احنا ما كن نوجوش لهالاتهامات ولكن احنا كنحلو تصريح ديال هاد البنت هدي كيف محلنا تصريح ديال ام ديالها وكيف محلنا تصريح ته ديال الاربيب اللي هو اخوها حاجة اخرى انها انكرات القميش اللي شافت بتيسام في الديها نهار الوافاة يعني بغيني حمقوا البنت واردوها مستيع هاد شي كي تصنف في الدخول والخروج في الهضراء والكدوب هاي يا اخوتي كيفاش انتي كتقول احنا كنهزو على قبل القطاط 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 واش كتوهمو التحقيق على القميش واردوها البنت كدبات على انها شافت القميش في الدكو في الدين مك بنت القولونيل اكرام شافت الطموبيل ديال بباها وبدت كتندب وكتغوت ولكن من بعد ما شافت الجوتة ديال بباها ما بكاتش ما غوتاتش لا هي والي الزوجة انتي عارفة ببكاين في السيارة ديالنقل الاموات ومحلتيش عليه تشوفي وتبكي عليه ها فاش وقعت الحاديثة اخوتي حتى شي واحد ما كان عارف باللي المرحوم ميت علاش جات سيارة تنقل الاموات وما جاتش الاسعاف بغينا نعارفو واش كتعرفو اخوتي باللي هاد الزوج اللي هو المرحوم الكولونيل نورد ديالعطور رحمة الله عليه كان كيبات في السفلي اللي في الرطوبة وفي الغمال ومعشين في القطاط والريحة خامزة كاريها وبضر مجورة وما كيلا فرش لاتشي حاجة من غير سداري واحد اللي كان كينا عس عليها الكولونيل اه واش كولونيل لعب الله بقدو بقامته حاطي لي سداري فضر مجورة وعمر قطوتو كل اغمال رمنا هاد قلة ثلاثة امام وهاد القدارة والاحتقار رمنا باي العربون باي العربون كيفاش كتخليوا هاد الشخصية هادي بطولو بقامته انه ينعس وحضر لي مجورة وكل اخنز وكل اوسخ وما فيها لفرش ولا تشي حاجة مجورة وانتو ماما خمخين في خيرو وفي دارو واكلين رزقو لحولة ولا قواتي لبي الله العلي العظيم فبغينا نعرفو فينا هم الحوايج اللي كان لابس المرحوم ديك الليلة المشؤومة علاش كان لابس الجلابة بالضبط علاش لابس الجلابة بالضبط قضية الجلابة ما خصناش نستهنوا بها ما خصناش نستهنوا بها لا لا اخواني اخواتي اي حاجة عندها جواب علاش لبسوه الجلابة علاش كان لابس الجلابة واش لبسوه الجلابة قبل انه الجلابة سهلة في اللبس كيفاش لابس الجلابة والصباط الجلابة والصباط نورمال ما الجلابة كتلبس مع البلغة الجلابة كتلبس مع البلغة وعلاش كله سباط كان فلون كيسكر وثنات نييدا نييدا بغا يوصل المتابع وللرأي العام على ان المرحوم ما كانش كيسحة بغا يوصل على انه تخدمتو ركن كيمشي لسكران وهات شي من سابع المستحيلات على انه رأي انه مسؤول في هاد المقام كولونيل وغا يمشي لخدمتو سكران لا وديك الليلة على انه ما كانش سكران يعني خرج من داره واعي بكامي لقواه العقلية كيفاش هاد الراجل هادا ما كانش سكران ولبس جوز بابط من كل واحد من قنص ولبس الجلابة وما هبطاش تلتحت بقى حاز ما فكر شو نورمال ما واحد الراجل اللي غا يخرج من داره ما سكران موالورا غا يلبس بطن قاد ماشي كله فردة في لون وعليش بالضبط لبسوه الجلابة وعليش بالضبط لبس الجلابة وماشي سروا له كبوت كان نظر نختاره الجلابة باشي سهله عليهم اللبس وما نزلوا هالوش مزيان خلاه واحيا بصف النص الجونات بالخلعة والداشا والخوف كل واحد اختار يلبس ليه فردة ولكن ما نتابهوش ان الفراد مختلفين وكله واحدة في لون والغريب هو ان فردة واحدة في الكوفر والكوفر القوة ما مسدودش يعني غا مرضود القوة ما مسدودش مزيان يعني بقوة الجران وفي الغالب اللي داره هاد الجريمة هادي ما عندهمش بنية جسمانية قوية ما قدوش يزو الكولونيل ها طحلو سباطو هزوه ولحوه في الكوفر وبالزر بسد الكوفر ومن تابهش ليه انه بقى محلول كيفاش الكولونيل عباد الله خرج من داره بسباطو في رجليه وفي الطموبيل واحد في الرجل وواحد في الكوفر واخي يكون دارشق ليبه واخي يكون دارشق ليبه في الطموبيل را ما غطلاش ليه الجلة بفو كرشق والصباط يتحيد ليه من رجليه وهو غادي يغير بخمسين كيلومتر في الساعة ها ودقدقات ليه الجوم جومة دياله وعنده تقباه في الرأس وكله من دوب كيفاشتش را ما يمكنش را ما يمكنش را ما تدخلش الرأس راو خقالك اللي يكون يعاود ما قلالك يتسمى تباقله سؤال الزوجة واللي خاصها تجاوبنا على هذا السؤال خاصها تجاوبنا مجبرة واش فطار 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 ديالك اللي خرج منا المرحوم لابسه كله فردة في لون واش كيني الفردة ديال السبابة اللي كان لابسه من المرحوم وحدة قوية وحدة كحلا كيني اللي عندك فطار فإلا كانوا هات السبابة فطار را عبين شغل الجواب را عبين إخواني أخواتي ما كانش لاش نتعامل الكولونيل خرج مية من داره وما تبقره كل شي سيناريوات لطمس القضية ودخول الفرقة الوطنية الجنائية للدارك الملكي باش تحقق في الميلف مزيان فعوض الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هاتش كيف السرينة بلي شي حاجة ماشية هاتك غان تكلموا بخصوص تناقضات بين البنت ومها ما تفاهموش فالها داره مزيان علاش الزوجة منين ما جاش راجلها ما سولتش عليه ما تتصلتش به ما دراش قلبها عليه ما دهاش النعاس عليه كيفاش هاد المرة هادي اللي بينه وبين الراجل عشر وهي كانت معاهدك النهار كنت تقديه وياه حالاش ما تسولتيش فراجلك وما تدركش قلبك عليه وما تهولتيش على راجلك بغينا غير نعارفوه واش هاد الحومة عباد الله اللي كان سكن فيها هاد الكولونيل المرحوم رحمة الله عليه واش ما فيها شي عساس عساس احنا كان طالبوه بشهادة العساس ديال الترب العساس ديال الحومة بغيناه يدليب شهادة ديالو اللي بوليس معاياش خرج الكولونيل من دارو اش من ساعة خرج هاد الكولونيل وهو ومن خرج الكولونيل وهاز دوموبيل معا من خرج شكون ساك بيه واساك هو شنو كان لابس في ديك الليلة معاياش بالضبط خرج من دارو في حين كانين شهود شافوه مخرجينو ديك الليلة الزوجة ديالو وولادها وقال لك كان صغفان وبنتو العروصة هي اللي ساكت بيه هادو شهود كيقولو هاد الكلام العساس ديال الحومة خاصو يدليب شهادة ديالو خاص العساس اخوتي اللي في الدرب يدليب شهادة ديالو وجيران حتى هومة خاصو يتم استدعائهم للتحقيق لأن الأم ديالبتيسام قالت ليها رالبقيتي كتحفري فات القضية هدي را كل شي غيمشي للحبس والنصف الحومة غيمشي للحبس كيفاش السيارة ديال المرحوم اخواني اخوتي الكولونيل نوردين العطور اكيد غتكون عليها خبرة ومعاينة واللي كينين طرق ومواد باش يقدروا يبينوا البصامات اللي كينين في الطموبيل كيفاش هالطموبيل مخبوشة من الجناب ومدادش هالطموبيل في الخبرة بنت الكولونيل اللي كتعيش في الضيار الفرنسية كيفاش اخوتي كتقولي باللي بتي في الدار بتي في ديك الليلة في الدار وفي نفس الوقت كتقولي باللي جيتي قبل من السبعات ديال الصبح علاج جيتي قبل من السبعات الصبح مدكش نعس ديك الليلة شوية كتر جايкоїت تقولي كنت نعسها انا في الدار هي كنت بايتها في الدار ديك الليلة انا بغي تغني فهموش هدخولووش في الحضرة ما بنش لكم الاخوة الكرام السيدرة كتدخولو وقد خ traditions سيدرة ما تبتش على كلمة وحدة تقول ك��ة وقد تقلب شوية تقول كلمة اخرى احنا بغينا شهادة الجيران و بغينا شهادة العساس بغينا نعرفه شكون نخرج في ذيك الليلة و شكون ندخل في ذيك الليلة لأنه قوة والخروج و ندخل في ذيك الليلة واحد قالك كانت خدام تصل بيا المرحوم و قال لي قالوا فينك قلت لي أنا في الخدمة و قطع و قال لي على أنه من خلال كلامه و أنا وسكران اي وامني انت عارفوا وسكران و عارفوا على أنه كيدير سيدني كيكون سكران علاش ما تهولتيش حتى انتعليه ومن بعد ما سليتي خدمتك صونيتيعليه وتسول فهذا الراجل لأنه اللي غايت تصل بيك هو بالضطف داك الوقت المتأخر من الليل يعني غادي تقول بأنه السيدرة باغيني باغيني بشي حاجة واقع عليه شي حاجة ثم ما تهولتو على الراجل ما تخلعتو عليه ما 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 تشي حاجة يعني ما تسوقتوش ليه ما تسوقتوش ليه بالمرة فبغينا شهادة الجيران وشهادة العساس أفينكم الجيران الشرفاء واشهد الزنق أولاد الحي ما فيه جيران ما فيه عساس را عرجر على جارو ادليوا بشهادة ديالكم ديالله شهادة ديالله سبحانه الله را اللي اكتم الشهادة را عدابو خيب عن صدر ربي الحبيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة